هذا أعلنت وكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مقتل 193 من موظفيها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهي أعلى حصيلة ضحايا لموظفين أمميين في تاريخ الأمم المتحدة وأوضحت الأونروا أن قطاع غزة بات بفعل العمليات العسكرية المستمرة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة في سياق ذي صلة أعلنت النرويج زيادة التبرعات للأونروا بواقع 100 مليون كورونا نرويجية بالإضافة إلى 275 مليون كورونا حاليا